عايزة أتكلم معاك في الجزء هذا جزء متعلق بالسياسات الدولة المصرية انتهجتها بعيدا لأنه كان حلمنا حلم المصريين بعد صورة 30 يونيو أنه يكون القرار المصري قرار مصري خالص دون تدخلات أو دون إعاز من المؤسسات الدولية بتحكم أو بما شابه زل وخلينا أقولك بصريح العبارة كده من لا يمتلك غزاؤه لا يمتلك قراره إحنا دلوقتي في هذه المرحلة أصبحنا نمتلك الغزاء أصبحنا نتاجه وبقوة نحو الاكتفاء الزاتي من كتير من السؤال ده جميل قوي السؤال ده جميل قوي ليه بقى؟ هو إحنا النهاردة لما هنعمل مشروع تنمية مصري هل يكون هذا المشروع متناسب مع الخصوصية المصرية ولا متناسب مع المعايير الدولي إحنا دايما فيه تدخل ما بين العنصرين أنا أعيز واحد يتناسب معي وخصوصية مصرية وفي نفس التوقيت محتاج برضو يمشي مع القرارات الأممية والدولية مع المؤسسات لأن المواطن نفسه إن لم يكن الاقتصاد الدولة متناسب مع المعايير الدولية هو اللي هيحسب الحكومة وهيقول لها أنا عندي مؤشر التعليم فيه كذا وعندي مؤشر الطرق أنا فين من مؤشر الطرق أنا فين من مؤشر لأن المؤشرات العالمية دلوقتي تجاوزت أسوار الدول ووصلت إلى المواطنين فأصبحت المعايير والتصنيفات أصبحت مهمة جدا بالنسبة للمواطن لما بنتكلم في التعليم لما بنتكلم في الصحة مهمة جدا المعايير الدولية ومهمة جدا الخصوصية المحلية لما الدولة المصرية بدأت تصمم برنامج الإصلاح الاقتصادي كانت بتبحث عن التنمية المحلية لكن علشان نقدر ندبر التمويل محتاج تمويل من مؤسسات دولية محتاج معايير سيما أستاذ مصطفى أن المعايير الدولية توحدت لم يعد هناك معايير شرقية ومعايير غربية أصبحت واحدة أصبحت الاقتصاد الحر هو الذي بيحكم العالم التبادل المنافع هو الذي بيحكم العالم التكنولوجيا تقريبا متقربة جدا في العالم التحول الرقمي أصبح بيحكم العالم يبقى المصار النهاردة المصار لما بنيجي نتكلم فيه أن البرنامج المصري يلبي المعايير الدولية هذا الأمر لا يعني أن المؤسسات الدولية تفرض شروطها ولكن أنا عايز أعمل كده من هنا لابد من أن يكون هناك مقاربة ما بين الجزء التعلق بالمعايير الدولية والخصوصية المحلية ده يخدني لسؤال حضرتك أجابت عليه لكن أنا محتاج أأكد عليه هل كان اللجوء إلى المؤسسات الدولية للاقتراض وسن تشريعات وأقامت مشروعات عملاقة في الدولة المصرية هل كان اللجوء لتلك المؤسسات الدولية من بين قوصين صندوق النقد الدولي البنك الدولي كافة المؤسسات المنحة هل كان أمرا واجبا حتى تقوم الدولة المصرية وتقف على قدمها مرة أخرى هو ما فيش مشروعات من غير تمويل تمام ده يعني ده شيء احنا منتهيين منه من ناحية تكلفة هذه المشروعات يعني خلينا أنا أسأل حضرتك وأسأل السادة المشاهدين ماذا لو لم تكن هذه المشروعات تحقق تكلفة هذه المشروعات بنسبة الفايدة اللي محملة عليها هذه المشروعات النتيجة عن التمويل الخارجي زي القرد بالفايدة بتاعته لو القرد بالفايدة بتاعته اللي عملنا به هذه المشروعات لو عملنا النهاردة بقى بالأسعار الجديدة لا كان هيفوق المرحلة هيفوق بكثير إذن النهاردة ورغم أن هناك أن هذه المشروعات تمت إقامتها بتمويلات خارجية إلا أننا استبقنا بإنشاء هذه المشروعات ساعدنا أن ننشأها بتكلفة أقل مما لو كنا أنشأناها النهاردة ففكرة التنمية البطيئة الاستراتيجية أن تكون التنمية بالدفع القوي حدث الدفع قوي للإقتصاد المصري خلال السنوات الماضية دفعته إلى الأمام أنا لما بشوف التنمية في مصر أنا بلاقي تنمية عادلة جغرافية لأن بشوف تنمية سينة وتنمية السحل الشمالي الغرب تنمية الصعيد وتنمية النوبة وتنمية القاهرة القبرى تنمية عواصم المحافظات والمدن الكبرى وحياة كريمة اللي بتنمي القرية المصرية إذن التنمية شاملة كافة المقاعة الجغرافية بصورة عادلة ثم التنمية شاملة كافة القطاعات الاقتصادية لكن شموليتها ده لم يمنع من أن يكون هناك قطاعات قائدة تصبق القطاعات السقيلة لأن كان مهم جداً قطاعات البنية التحتية تسبق وقطاعات الاتصالات وقطاعات الخدمات حتى تأتي بعد ذلك الصناعة والزراعة لأن الصناعة والزراعة وتمكين القطاع الخاص بصفة عامة كان محتاج تهيئة البيئة في البداية طبعاً في فترة كورونا أنا عايز أفكر حضرتك بعد أستاذ المشاهدين بحاجة في فترة كورونا إحنا انتهينا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2019 وكان عام 2020 هو عام الصناعة باعتبر أن سمار برنامج الإصلاح الاقتصادي ستذهب إلى تشجيع القطاع الخاص وتمكينه من الانطلاق في القطاع الصناعي والقطاع الزراعي ثم قتت كورونا فكان صعب جداً أن نحن نطلب القطاع الخاص أن يشتغل وحالة التوقف كانت في هذه المرحلة المشروعات القومية قتت بصمرها في صورة فرص عمل لمصريين بسطاء لأن حتى مشروعات البنية التحتية والإسكان هذه المشروعات امتصت العملة التي كانت أتت من ليبيا لما رجعت مع اضطرابات ليبيا خلقت دوائر نشاط اقتصادي داخلي بأقل قدر من المكون الأجنبي في هذه المرحلة حسنت من معيشة المصريين سيما العشوائيات التي تم القضاء عليها بنسبة 100% العشوائيات الخطرة بحياة الإنسان تم انتهاء من هذا الملف بالكامل والانتقال إلى العشوائيات غير المخططة للتعامل معها إذن فكرة الحديث البعض بيتحدث عنه هو استثمار في البشر ولا استثمار في الحجر طبعا الاستثمار في البشر والحجر هم عملة واحدة لأن مشروعات البنية التحتية والإسكان والمرافق والمشروعات القومية لما بيشتغل فيها المصريين ويحصلوا على رواتب بينفقوها على صحة أبنائهم وعلى تعليم أبنائهم وعلى تحسين معيشة أبنائهم إذن فهناك وجهان لعملة واحدة لا يفصل بينهما شيء دعي أخذني لجزء في غاية الأهمية دكتور وليد وهو كيف للدولة وللمواطن سويا أن يتحقق الرضا ما بينه يعني أنا دلوقتي محتاج أن أحقق الرضا للمواطن أن يكون راضيا عن تقديم الخدمات الاقتصادية أو حتى الخدمات الاجتماعية أن يكون هناك الرضاء ليس رضاءا كاملا لأنه ما فيش رضاء كامل ربما يتحقق على أرض الواقع لكن في مجهودات بتبزل على الأرض الدولة المصرية والحكومة المصرية بزلت على مدار السنوات الماضية برامج كثيرة في برامج الإصلاح الاقتصادي ما تحقق على أرض الواقع وما تم الانتهاء منه وما لم يتم الانتهاء منه حتى هذه اللحظة كيف يمكن تحقيق هذه المعادلة دعينا عندنا مستويات من السؤال بتاع حضرتك وأسئلت حضرتك في الصميم النهاردة في صراحة لا تحتقبك ربما يخلي حضرتك مبدئيا الاقتصاد هو العلم الذي يوازن ما بين حاجات غير محدودة وموارد محدودة نعم إذن بطبيعة الحال في كل دولة من دول العالم كلما تم تلبية احتياجات معينة على طول بتظهر احتياجات جديدة ففكرة الرضاء الكامل نقدر نقول كده هرم مصله للحاجات هرم مصله بنبدأ بالحاجات الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ثم نتجه ليه على الهرم الهرم غير محدود لسبب يمكن في مصله كان هرم محدود لكن ليه الاحتياجات ماش محدودة؟ لأن التكنولوجيا دايما متغيرة سريعة جدا قبل كده كان ممكن الأسرة بتدفع ثلاث فواتير فطورة كهرباء وفطورة ماء كانوا فطورتين ماء وكهرباء ما كانش فيه انترنت ما كانش فيه النهاردة البيت بيدفع فواتير للاتصالات يعني وكأن فيه سنترال في البيت أكثر من الكهرباء فيه سنترال فيه خمس خطوط تليفون قبل كده كانت فطورة الكهرباء متعلقة بنور وكهرباء وبتلاجة وغسلة دلوقتي فواتير عدة أجهزة تكييف في الكسير من البيوت مع تشعب الحياة بنلاقي أن الحاجات بتزيد والتكلفة بتزيد الضغط النفسي على رب الأسرة المصرية بيزيد لأنه أصبح مطالب بتلبية احتياجات أصبحت أساسية والعبء الخاص بها أصبح كبيرا جدا بيدفعه إلى أنه يعمل طب إيه دور الدولة في ذلك؟ دور الدولة إن هي بتحاول تخلق فرص عمل بتحاول تكبر حجم الاقتصاد هل الاقتصاد كبر؟ نعم الاقتصاد كبر المشروعات القومية وحجم الموازنة العامة كبرت هل هناك تحديات؟ نعم هناك تحديات لكن خلي بالحضرتك إن نسبة الرضا لازم نضع لها معيار عملي مش نسبة الرضا بنسبة 100% لا المعيار ده أنا برضو كنت أتكلم حضرك وقطعك في الجزء الأولاني وضع المعيير المعيير دي قريدي تم وضعها يمكن معيير الشفافية الموجودة يمكن معيير قفز مصر في مؤشر جودة الطرق في مصر زي ما حضرك قلت في البداية إنه لما تم تهيئة البنية الأساسية والبنية التحتية المستثمر جهل الدولة المصرية حب يستثمر وحب إنه هو يكون موجود في الدولة المصرية لأنه بتقدم له تسهيلات لو أنا قفزت أكتر من 100 مركز مرة واحدة في جودة الطرق وده بإشادة المؤسسات الدولية إنعكاسه على الاقتصاد الدكتوري إنعكاسه كبير بس تسمح لي بس أنا عايز أكمل الجزئية دي أنا عايز أضع معيير الأسرة المكونة من أب و أم و طفلين أب و أم دي الأسرة اللي المفترض إن هي تشعر بالصمار عملية الإصلاح كان مرتبهم كم وبقى مرتبهم كم فرص العمل عندهم كم استهلاكهم من الكهربا كم استهلاكهم من الغاز كم استهلاكهم من كل شيء كم دي الأسرة اللي مطلوب إن هي تشعر ليه بقى؟ لأن حضرتك لو أسرة أضيفت إليها طفل مهما حدثت من معدلات التنمية ليه يكون معدلات التنمية وصلت لـ 7 و 8% و أسرة مكونة من أب و أم و طفلين زادوا طفل فأصبح العبء كبير شغل كبير نعم فإحنا عايزين نضع معيير محدد لهذه المسألة ولما بنضع المعيير ما بنقولش إن احنا مطالبين بالكمال لا أنا لازم أقارن نفسي بالدول المشابهة قدرت الدول المشابهة توفر لنفسها إيه و اللي بتتعرض في نفس الظروف فكرة أن لا أتأثر أنا عايز أفكر حضرتك بقضية بعجالة قبل كده قبل ما نندمج في الاقتصاد العالمي كان لما بتحصل أزمة في الخارج ما بنحسش به دلوقتي النهاردة الوضع اختلت هل يتصور أحد أن تحصل لمشكلات في البحر الأحمر ويتراجع إرادة كنات السويس وأن لا نشعر به بالتأكيد حجم من اثنين لما إرادة كنات السويسية تراجع هي حجم من اثنين يا إما الدولة ترحل هذا العبق على المواطن يا إما الدولة تستدينه علشان تتحمل هذا لا ده هيرضي المواطن ولا ده هيرضي المواطن الموأمة ما بين ما يمكن أن نستدينه وما يمكن أن يتحمل المواطن هي دي الإدارة أو الفلسفة اللي لازم تتخذ منهج وسطي يراعي كل الاعتبارات نعم